التقى سمو الشيخ محمد بالحمد الشرقي وليعهد الفجيرة الطالب سليمان خميس العنتلي بمناسبة تحقيقه المركز الأول في تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في الموسم الثامن ضمن فئة أصحاب الهمم وأكد سموه اللقاء أهمية القراءة ودورها في تنمية العقول وتوسيع أفق المعرفة ودعم وتشجيع المبادرة الثقافية التي تعزز من حب التعلم والقراءة ودعم الموهوين باعتبارها محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة